القمة الافريقية الاوروبية في بلجيكا بروكسل في دورتها او القمة السادسة اللي كانت على مدار ثلاثة ايام بحضور فخامة صدر عيسى فتاح السيسي طبعا والوفد المرافق له والقارة الافريقية عايزة ايه من القارة الاوروبية بحيث ان يبقى فيه شراقة ما بينه ما بين بعض فيه كثير من المجالات من حق القارة الافريقية والشعب الافريقي اللي هو مليار تلتمية تلاتة وسبعين مليون تقريبا من الشعب الاوروبي لسبعمية وخمسين مليون مواطن اوروبي ان هم يساعدوهم نقدر نساعد ازاي بعض ويحصل تنمية ونهضة لالقارة الافريقية تجاريا صناعيا صحيا تعليميا في كل المجالات من حق الشعب الافريقي انه يحصل عنده نهضة وتنمية زي ما حدث حاليا بفضل الله في جمهورية مصر العربية في خلال السبع تمام سنوات الماضية ضيفي اللي منورني فيه الستوديو الكاتب الصحفي اشرف ابنهول مدير تحرير الاهرام مساء الخير يا فندم مساء النور تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين منورنا حضرتك دايما بتنورنا فندم اسمح لي ان انا وانا بتفرج على افتتاح هذه القمة يعني كان فيه كلمة للرئيس السنغال رئيس السنغال وهو رئيس الاتحاد الافريقي ماكي سان لما قال في كلمته انه فيه ستمائة مليون مواطن افريقي في القارة الافريقية ما عندهش كهرباء الجملة دي لوحدها تعبر عن حالة الدول الافريقية تعالي حضرتك صحيح يعني اللي قاله الرئيس ماكي سال رئيس السنغال بيوضح تماما انه اكتر من نص القارة الافريقية او ما يعادل نص القارة الافريقية ما عندهش كهرباء وده بيعكس قد ايه قدر التخلف والمعاناة اللي بتعنيها افريقيا لانه كهرباء معناها صناعة معناها زراعة معناها تعليم معناها صحة حاجات كتير جدا فلما يبقى ستمائة مليون ما عندهش كهرباء يعني شوف حجم المشاكل اللي بتعيشها البلدان الافريقية طبعا فيه اسباب كتير لكده اسباب يعني فيه دول افريقية شديدة الفقر وفيه دول افريقية غنية بالصروات لكن الصروات بيوساء استغلالها وفيه دول افريقية فيها فساد كبير جدا وفيه دول افريقية فسرعات مع بلدان اخرى وهكذا رغم ان القرى الافريقية ربما اغنى قرى على سطح القرى الارضية من ناحية الموارد لكن فترة الحكم الاستعماري اثرت كتير على الوضع الحالي في افريقيا افريقيا يعني عبر التاريخ ما كانتش مقسمة لدول بقدر ما كانت مقسمة لمناطق نفوذ قبائل وممالك وكان فيه تداخل في الحدود وكان فيه حركة دائمة بين البلدان تبقى للقبائل والاعراق وغيرها لكن لما جلس تعمار يخرج من افريقيا قسمها بالمستارة ودخل قبائل في هذا البلد لهذا الذي كان البلد ودخل حدود كان البعض بيعتبر انه حدود بلده لمناطق اخرى فبعد الاستقلال بدأت الصراعات البينية بين الدول الافريقية وفي نفس الوقت حصل صراعات داخلية ممولة من القوى الاستعماري القديم اللي كانت في افريقيا وخرجت منها في الخمسينات والستينات والسبعينات خرجت مجبرة طبعا كان فيه يعني دول اوروبية قليلة هي المسيطرة على افريقيا بريطانيا فرنسا ألمانيا إيطاليا أسبانيا هولندا البرتغال بلجيكا كانت هذه الدول بتحتل كل افريقيا بكل مواردها بكل ما فيها هذه الدول لما خرجت مش عايزة تستغنى عن الصراوات اللي كانت بتتمتع بيها فبدأت تمول مجموعات معينة أو قيادات معينة واكد الناس بدل ما انشغلوا في التنمية وادخل البنية الأساسية الطرق والكهرابا والمية وانشغلوا بالصراعات نعم واعتقد انه الان هناك محاولة بتقودها مصر لتغيير يعني مصير أفريقيا خطة موحة مصر وضعتها وأفكار يعني راقية جدا ومتقدمة جدا منذ اللحظة التي تولت فيها رئاسة الاتحاد الأفريقي انه عشرين تلاتة وستين يبقى فيه تنمية في كل أفريقيا ان أفريقيا تستغل صراواتها انه يبقى فيه سلام وفيه هدوء في أفريقيا ووقف محاولات الانقلاب وهو ويعني لذلك مصر بتحمل هم الأفريقيا في كل المنتديات الدولية وبتروح تقول للعالم تقول للأوروبا تقول لأمريكا علشان يبقى فيه هدوء مايبقاش فيه إرهاب مايبقاش فيه تطرف مايبقاش فيه هجرة غير شرعية مايبقاش فيه معاناة لازم زي ما أخذتوا صراوات هذه القارة على مدى مش فترة الاحتلال بس قرن تسعة عشر وعشرين لا ده قبلها كمان فترة يعني استجلاب الأفارقة كعبيد مين اللي بنها الولايات المتحدة؟ مين اللي شق الطرق؟ مين اللي بنها المصانع؟ العبيد اللي تم استجلابهم من أفريقيا نفس القصة في بريطانيا نفس القصة في معظم أوروبا وبالتالي عليكم أن تساهموا في إخراج أفريقيا من أزمتها تساهموا من خلال مش بس المساعدات المادية لأ لازم تدريب لازم نقل تكنولوجيا لازم مساعدة في تحقيق الأمن والسلم لازم وقف التدخلات وما إلى ذلك دي من الناحية التاريخية لحضرك استعراضه دلوقتي دي من الناحية التاريخية لو وصلنا لـ 18-22-22 في هذه القمة مع الختام ودعوة الدول الأفريقية الدول الأوروبية أنها تساعد الدول الأفريقية لعمل النهضة والنمو كان فيه تصريح مهم جداً لفخامة السيدة يسعى فتاح السيسي من عدة أسابيع لما قال أنه أنتوا لما حتنموا والتنمية في القارة الأفريقية أنتوا هتعملوا سوق جديد في مليار و 373 تقريباً مليون مواطن ممكن أنهما يبقى سوق كبير للمنتجات بتاعتكم وأنا بزود ويبطلوا يجيبوا الحاجات الرخيصة مثلاً من الصين ويقدر أنهما يستوردوا المنتجات بتاعتكم يا أوروبا صحيح بص هو أفريقيا المساحة الخمسة وخمسين دولة ما يقرب من ألف ومليار وربعمائة مليون سوق ضخم جداً سوق لو أنت تنشطه لو تنميه لو تخالي الأفرقى يحسنوا استغلال صراواتهم لو تساعدهم في التكنولوجيا في التدريب في التعليم أي بلد في العالم فيها نمو فيها تعليم فيها تدريب بتبقى بلد مستهلكة بتتحول يعني بتبقى منتجة ومستهلكة في نفس الوقت فأنت هتستفيد بقدر ما أنت يعني هتساعده هذه المساعدات هتستردها لأنه ما فيش دولة في العالم أو ما فيش قرة في العالم بتستوفي كل احتياجاتها بنفسها لازم ما فيه تبادل وغيره وفي نمازج ممكن مثلا نفتكر من 25-30 سنة الصين كانت من أقل دول العالم استيراد لأنه ما كانش عندها نمو كان عندها فقر كان عندها ازدحام مروري كان عندها أزمات في الساكن في كل شيء لما بدأت تعمل سياسة لمفتاح وتصنع وبقى فيه دخل للمواطن الصيني المواطن الصيني بقى زي ما بيصدر بيستورد بيطلع سائح بره نفس القصة في كوريا كوريا الجانبوية اللي كانت في الستينات وأوائل السبعينات من أفقر دول العالم بل بالعكس الناس متعرفش أن كوريا الشمالية كانت أقصى التقدم وصراء من كوريا الجنوبية لكن كوريا الجنوبية لما بدأت مرحلة التصنيع من 66-76 واستمرت في التصنيع والإنتاج بقت من أكتر الدول اللي بيطلع منها سياحة وبتستورد وما إلى ذلك أفريقيا هتبقى نفس النموذج بس على 55 دولة حتى لو استثننا دول شمال أفريقيا العربية لو استثننا خمس دول ولا حاجة عندك سوء كبير جداً 50 دولة بما فيها جنوب أفريقيا اللي هي بتعتبر أكبر اقتصاد بما فيها نيجاريا بما فيها مصر هيبقى في حركة استيراد وتصدير وإنتاج وما إلى ذلك ونفس الوقت أنت لو سعدت الأفرق بشكل إيجابي يعني هتخليهم يخرجوا من سيطرة الهيمنة الصينية لأنه وفي حاجات الناس متعرفواش الهيمنة الصينية بدأت تتحول إلى وحش كاسر في بعض البلدان علشان الصين تعمل مشروعات في بعض الدول بتاخد رهينة قل لك أنا هعمل لك مشروع مثلاً يتكلف مليار ولا 2 مليار لكن إنت لو أسأت استخدامه أو فشل أنا هاخد مقابله مثلاً الحديقة الوطنية بتاعت منبصة مثلاً أو هاخد مثلاً مبنى كذا أو هاخد مينة كذا وده حصل بالفعل فأنت لو دخلت بشكل بدون أن أعطي كلامك وعشان كده الرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الأفريقي كان بيقول أنه كنت لو سمحتوا سعدونا بدون ما تتدخلوا في شؤالنا الداخلية صحيح صحيح يعني لأنه أنت كمان ما تفردش عليهم سياسة معينة ما تفردش عليهم أحلاف معينة حتى المبادئ والقيم بتاعت الأفرقى مش لازم تبقى متوافقة معك تماماً مش لازم تفرد عليهم حاجات تتعلق بالأخلاق والدين وما إلى ذلك لأنه دي بتبقى حاجات متورصة وعلشان تتغير محتاجة أجيال ما تجيش مرة واحدة بس تقول لي ما تعملش كذا ويعمل كذا وللأسف الشديد يعني الغرب يرى الدول الأفريقية بعيون غربية يعني من خلال منظور قيمه وأفكاره مش من خلال منظوم القيم والأفكار بتاعت هذه البلدان بتاعت عدتها وتقالدها ومورثتها وثقافتها وكل حاجة لا سيبوا الناس تعيش حياتها بطريقتها ساعدوها في النمو الاقتصادي وساعدوها في النمو الاجتماعي وبعد كذا ممكن هي تتغير لوحدها هذه هي القمة الثادثة ما بين القارة الأفريقية والقارة الأوروبية تمثلة في الدول الأفريقية والدول الأوروبية المتقدمة في كل تقريبا المجالات نعم هو القمم الخمسة اللي فاتت حضرتك تتذكر فيه أي إنجازات بعد إذن حضرتك حصلت؟ بص هو القمة الأولى كانت في مصر في القاهرة في سنة 2000 وكان فيها طموحات عالية وأفكار واتفاق على إن القمم تبقى كل ثلاث سنين وإنه يبقى فيه شراكة حقيقة وفيه مساعدة وفيه بناء وفيه تصقيف وفيه تعليم وفيه تصنيع لكن حصل حاجة في 2001 أخرت كل المشروعات مش في أفريقيا وأوروبا بس في العالم أجمع وهو ضرب البرجين في الولايات المتحدة باللادن لما هاجم مركز التجارة العالمي البرجين العالم دخل في مرحلة صراع وبدأ مرحلة استقطاب ومشي الولايات المتحدة بس اللي دخلت أفغانستان ودخلت العراق لا العراق ودخل معها دول أوروبية وحصل استقطاب في العالم ودخلنا صراعات اتناسي قصة التعاون الأفريقي الأوروبي وقبلها طبعا كان فيه تفجيرات وكان فيه محاولات لعمليات إرهابية في منباسة في أكتر من مكان في أفريقيا وظهور تنظيم القاعدة في بعض البلدان فتعطلت خطط الشراكة بين أوروبا وأفريقيا في 2007 تم استقناف العمل على هذه الخطط لكن معظم زعماء العالم اللي شاركوا في وضع المخطط الأساسي في سنة 2000 كانت الصحة تغيرت رؤساء وزراء اتغيروا رؤساء حكومات اتغيروا رؤساء اتغيروا فما بقيتش القصة بنفس القوة الدفع والحماسة حصل بقى لقمة برشلونة وبعد كده انتظمت القمة من كل ثلاث سنين لكن ما كانش فيه تقدم كبير كان مفروض فيه قمة تعقد يعني السنة اللي فاتت أو للسنة اللي فاتت أو سنة 2020 لكن اللي حصل انه جاي كورونا وبقى فايروس كورونا فتعطمنا تاني اه يعني القمة الخامسة كانت في 2017 كان مفروض يكون فتعطمنا تاني فدلوقتي فيه محاولة لاستئناف التعاون ومصر هي اللي بتقود قاطرة التعاون أو قاطرة الدعوة للقيام اوروبا بدورها في مساعدة افريقيا مصر من خلال انه رئيس سيسي من يوم ما تولى رئاسة الاتحاد الافريقي وهو حامل الهم الافريقي على اكتافه رايح به في كل العالم في كل المنتديات في كل مكان ورغم ان مصر رئاستها الاتحاد الاوروبا انتهت الا انها ما زالت تحمل هذا الفكر وفيه خطط طموحة اللي اتعملت بتعاون يعني خط القاهرة كبتاون مش عارف ايه كل دي خطط وفيه خطط لتطوير الكوميسة وغيرها ده جزء من تنمية افريقيا حتى تكون اكثر جذبا للاستثمارات والمساعدة الاوروبية انا حرجع تاني لنتائج القمة حضرتك الافريقية السادسة اللي في بلجيكا رسائل السيسي في القمة الافريقية دعم افريقيا في المجال الصحي خطوة على طريق الشراقة الشاملة اخيرا في خطوة خاصة من الجانب الاوروبي للجانب الافريقي في مجال الصحة مصر قادرة على استيعاب تكنولوجيا صناعة اللقاحات القمة الافريقية الاوروبية انعكاس حقيقي لدور الشراقة الدولية دي بعض من التصريحات في خمس سيد ريسا عفتاح السيسي نقدر اختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات جائحة كورونا فاجأت العالم باكمل والتحرك لها لم يكن سريعا بالشكل المطلوب نقول في افريقيا ان نصل متأخرين خير من ان لا نصل مطلقا نعمل على ارساء شراكة شاملة مع المجتمع الدولي في مجال الرعاية الصحية الاتحاد الاوروبي او القارة الاوروبية في هذه القمة السادسة اخذت خطوة انها تساعد القارة الافريقية في مجال الصحة وخاصة نقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة التطعيم او اللقاحات مصر الجزائر المغرب جنوب افريقيا هم دول الدول اللي في افريقيا من الخمس وخمسين دول اللي حيبتدي عندهم تصنيع تعليق حضرتك ان المرة دي في الدورة القمة السادسة حصل استجابة بص هو ما نقدرش نقول حصل الاستجابة بالشكل اللي كان مأمول لانه في باية الجائحة كان كل التركيز على اوروبا والضحايا في اوروبا محدش يهتم كتير بافريقيا لدرجة انه الرقم الحقيقي للاصابات والاوفيات في افريقيا لن يعرف ابدا هو يقال ان الارقام قليلة لكن محدش عارف ابدا اذا كانت قليلة ولا لأ وبعد البلدان مثلا كان بيقولك ايه بيعالجوا الكورونا بالشيح مش عارف ايه بتاع زي ما حصل فما بغشكر لكن ما كانش حد عارف كان تركيز كل اوروبا والولايات المتحدة على ان هي اللي تخرج اولا من الجائحة وعلشان كده شفنا تصرف غريب اوي رغم الكلام عن الانسانية والتعاون وما الى ذلك اول ما بدأ يعني التوصل الى لقاحات تم احتكرها شركات اللي انتجت اللقاحات قبل ما تدي افريقيا ولا اسيا جرعة واحدة كانت مدية للبلدان الاوروبية والولايات المتحدة مئات الملايين من الجرعات فالعالم تأخر في الحصول على هذه اللقاحات لكن مصر لانها دولة كبيرة ودولة قوة في الاقليم تحركت بسرعة شاركت في التجارب السريرية للقاحات سواء اللقاحات الاوروبية او الامريكية او الصينية او الروسية وحصلنا على يعني رخص تصنيع اللقاح الصيني في وقت مبكر وبيتم تصنيعه في مصر هنا في المصر واللقاح في فاكسيرة ويبقى عندنا امكانية ان احنا نعمل مليارات الوحدات المغرب تحركت الجزاء بتحركت جنوب افريقيا تحركت ولكن بعد كده لما بدأ الغرب يفوق عملوا يعني آلية كوباكس انه هو ايه ندي للدول اللي مش قادرة لقاحات هدية وبالفعل وزعت يعني عشرات الملايين من الجرعات على الدول الافريقية والدول الفقيرة وفي القمة الاخيرة قمة بروكسل ايضا تم الاتفاق على ارسال المزيد من اللقاحات ونتمنى انه بالفعل يبقى فيه اهتمام ويبقى فيه يعني تصنيع حقيقي للقاحات فيه قرار لدعم هذا القرار جاء متأخر لكن احنا مصر كدولة تحركت بشكل مبكر انت بتتكلم دلوقتي على انه الجائحة بدأت في اول الفين وعشرين احنا دلوقتي في اتنين وعشرين كان المفترض انه بشكل مبكر تروح عشرات الملايين من الجرعات الافريقية لكن نتمنى ان الامور تسير بشكل جيد احنا مصر سواء بهذه القمة او من جرها الحمد لله يعني عندنا مخزون جيد جدا من اللقاحات عندنا لقاحات متنوعة كل انواع اللقاحات تقريبا بنصنع اللقاح اللصيني عندنا لقاح مصري في المراحل الاخيرة من التجريب واحنا اللي ممكن نقوم بدور الرائد في اخراج افريقيا من هذه الجائحة فيعني اعتقد انه في اتعاخد اوروبي لكنه ايضا يعني لا يساوي ما كان مطلوبا استاذ اشرف انا في المقدمة الحقيقة كنت بستعرب وببين بابرز يعني انه قد ايه لما القيادة السياسية في مصر لما بتروح اي قمة او اي مؤتمر عالمي في اي دولة خارج جمهورية مصر العربية والوفد المرافج لفخامة الصيد رئيسة فتاح السيسي والقيادة فخامة الصيد رئيسة فتاح السيسي بيبقى فيه مجهود بيبذل غير طبيعي بجانب هذا المؤتمر او ذاك هذه القمة او كذا واستعرض في خلال التلاتة تيام دول قد ايه الوفد المصري وفخامة الصيد رئيسة فتاح السيسي كان له لقاءات كثيرة جدا بخصوص مثلا بيتر جان دونول الرئيس تنفيذ الشركة التكرير البلجيكية حضرتك لقاء اخر مع استقبل جان لق ورانج رئيس تنفيذ الشركة جون كوكريل البلجيكية للصناعات الدفاعية وهكذا فيه مجهود كبير جدا بيبدل من الجانب المصري بجانب القمة يعني الناس ما بتروحش زي بعض الدول ممكن فيه بعض الدول بتروح تحضر الافتتاح بتاع القمة وختام القمة وخلاص لا هو الرئيس السيسي انما 24 ساعة في 24 ساعة فيه مجهود رهيب زي أمورة الساعة عربية الرئيس السيسي اعتاد في كل القمم انه يبذل مجهود قارق تنساش انه قابل أليكسندر دوكرواء اللي هو رئيس وزراء بلجيكا ده حقي بدرو سانشيز رئيس وزراء أسبانيا ميتسو تاكس رئيس وزراء اليونان الرئيس التونسي ارسولا فونديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية ما كانش فيه يوم بيعديه من غير ما يلتقي برؤساء شركات وزعماء ورؤساء الشركات لأنه طبعا فليب اه طبعا ملك بلجيكا استقادله في الرئيسة لم يترك فرصة ولم يترك دقيقة دون أن يستغلها لصالح مصر ونصارح أفريقيا على سبيل المثال ودائما فيه ترحيب رهيب بالدولة المصرية وفي خمس صدر يصعب التاع السي لأنها نموذج يحتاجة في دولة حققت الاستقرار والنموه في فترة بسيطة دولة كانت من سنوات قليلة على وشك الإعلان أنها دولة فشلة دولة كان مفاش كهرباء مفاش بنية تحتية مفاش مفاش كل ده نعكس وبقى فيها بنية تحتية هائلة أثناء وجود الرئيس سيسي في بلجيكا في بروكسل رئيس الوزراء كان بيعلن هنا خبر جيد جدا بالتأكيد أثر هناك أنه معدل النموه في مصر في النصف الأول من العام ستة شهر قولة تسعة في المية ده ما تحققش في العالم كله وبالتالي كل ده بيغري زعماء العالم ورؤساء الشركات والناس أنها تلتقي بممثل مصر برئيس مصر بالوفود المصرية عشان يبقى فيه تعاون بلجيكا متقدمة في حاجات كتير جدا يمكن إحنا مش في خريط الدماغنا كمواطنين بلجيكا لا بلجيكا فيها صناعات دفاعية متقدمة فيها صناعات أو الأنشطة اللوجستية المواني الألكترونيات فيها حاجات كتير جدا ممكن نفكر فيها نلاقيها دولة مفيدة جدا فأنت لما الرئيس يلتقي برؤساء الشركات هناك فده إنجاز جيد جدا لاتفاقات اللي بتتم معاها إنها تيجي تشتغل عندك على الأرض وما تنساش إن إحنا كمان عندنا إرث تاريخي في العلاقات مع بلجيكا على سبيل المثال أصل البرونيبان ضحية مصر الجديدة ما هو اللي عملها بلجيكيين كانوا عايشين في مصر والبرونيبان وولاده مدفنين في مصر وما إلى ذلك بلجيكا في يوم الأيام كانت إحدى القوى الكبرى في العالم كانت على سبيل المثال كانت بتحتل أغنى بلد في أفريقيا اللي هي حاليا الكونغو كنشاسا اللي كانت أيامها زئير من أكبر مصنع الماس في العالم هي بلجيكا صناعة المواني في العالم بلجيكا ولذلك فإحنا لما نتكلم على لقاءة رئيسي في هذه البلدان مع الرؤساء والرؤساء الوزراء والملوك ورؤساء الشركات فده يعني عمل جيد جدا ومرضوده هائل إن شاء الله علينا واحد من الجمل اللي أنا قلتها برضو بعد إذنك المقدمة إنه خير من يسوق للاستثمار في مصر هو في خمس سيادة إسعى في التهزيز بالتأكيد لأنه هو خريطة التنمية والإنجاز في دماغه هو اللي كان وراه هو اللي صنعها هو حفظها بالأرقام ما إحنا بنشوف اللقاءات والافتتاحات وإزاي إنه هو بيناقش كل حاجة بتفاصيلها وهو لما بيسافر كل الملفات بتبقى معاه والمسؤولين كل في تخصصه معاه بيعرض الفرص الاستثمارية مصر فيها المنطقة الاقتصادية القناة السويس دي يعني منطقة جذب هائلة لأي دولة في العالم سواء لبلجيكا الأسبانيا لليونان للاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة للصين لروسيا أي دولة في العالم تستطيع أن تستفيد من هذه المنطقة منطقة سواء تخزين لوجيستي أو منطقة تصنيع يعني أديك مثال روسيا ليس لها أي منطقة صناعية خارج روسيا غير المنطقة اللي تم الاتفاق على إنشاءها في مصر منطقة الاقتصادية الروسية الوحيدة خارج روسيا في مصر وده حيبقى ليه تأثير جيد جدا وإيجابي جدا لأنها تصنع فيها مثل معدات تقيلة شاحنات وسيارات ناقل أشياء كتير العالم يحتاجها وينطلق من مصر إلى أفريقيا وإلى العالم يصدر ده علشان دورك وعلشان المجهود اللي انت بتعمله في تطوير مواني مثلا منطقة خليج السويس في حوالي ست مواني هناك يعني شغالين فيهم بأقصى طاقة منهم مثلا لا نتكلم على القطار الكهرباء السريع بين العين السخنة وبين العالمين ده مش قطر ركاب عادي ولا قطر نفسح بيه لا ده أنا بقول للعالم تعالوا هاتوا صدراتك وانتقك نزلوها في خليج السويس أخذها بالقطر بتاعي أدهالكو في البحر المتوسط النحية التانية أوفركو في فترات الشحن وأوفرلكو في المصاريف اللي عايز يجوه بالعالم بدون ما يركب طيارة يجيلي هنا هو تينزل يركب القطر يعد النحية التانية يبقى في قارة تانية وبالتالي المشروعات اللي مصر بتعملها مشروعات محتاجة تسويق وهذا التسويق يكون به الرئيس السيسي شخصيا نعم تحقيقي دور اللي دا اللي فعلا حقيقي بيحصل نعم طيب بإذن الله تعالى عشرين اتنين وعشرين في نوفمبر بإذن الله مصر حتستضيف قمة تغير المناخ وعدد من كبير جدا من رؤساء الدول ومملوك العالم إن شاء الله حيكونوا مشرفينها في شرم الشيخ فهذه القمة الأفريقية الأوروبية اتفتح موضوع أيضا التغير المناخ والكثير من الدعاوي الخاصة بإنه يا جماعة أفريقيا ما عندهاش هذا التلوث اللي بيحصل في القرى الأرضية أنتو يا دول كبرى ودول عظمى إذا كان أمريكا الصين وما وأنتو اللي عندكو الكثير والكثير من التلوث اللي بتطلعوه عشان تغيروا مناخ في العالم فلو سمحت قراركو ما اتطبقوهاش على الدول الفقيرة في أفريقيا وساعدوها في أن هي يبقى عندها طاقة نظيفة زي طاقة الغاز زي طاقة الرياح زي طاقة الهيدروجين الأخضر وهكذا ضمن فعليات القمة الأفريقية الأوروبية كان فيه ورشة عمل عن المناخ هذه الورشة كان يرأسها الرئيسي السيسي لأن مصر زي ما انت قلت هتصطديه في السنة دي في نوفمبر المقبل قمة كوب 27 قمة المناخ الأعلى مصر بتعمل بكل قوة للإعداد لهذه القمة لتكون نجحة وزي ما قال الرئيس السيسي هو المعنى اللي قاله إن احنا عايزين القمة تبقى نجحة تطلع قرارات متوازنة وقرارات قابلة للتنفيذ وهذا ما يسعى إليه في كل الزيارات واللقاءات الخارجية هذا أيضا ما يسعى إليه من خلال رئاسته يعني الورشة العمل دي ومن الحاجات المهمة قوي اللي مصر ملاحظاها إنه أفريقيا أقل قرارات العالم تلوث الانبعاثات اللي بتخرج منها 2% من الانبعاثات العالمية في حين إن الصين مثلا حوالي 33% أمريكا حاجة وعشرين في المية ما أقدرش إن أنا عامل ده واطلب من ده يدفع ويساهم زي ده ده بالعكس أنا المفروض أساعد أفريقيا إنها تتقي أو إنها تحمي نفسها من الملوثات اللي جايلها من أوروبا ومن الصين ومن الولايات المتحدة الانبعاثات مش بس الانبعاثات اللي هي نتيجة الوقود الأحفوري الفحم البترول لا ده فيه كمان إمبعاثات سببها عفوا الوردات فيه وردات بتيجي من الصين أو غيرها الخمات بتاعتها خمات أساسا نسبة الكربون عالية فيها خمات رخيصة خمات صعب إنك أنت تتخلص منها كل ما يتعلق بالصناعات البلاستيكية في العالم هي صناعات مضرة بالبيئة لأنه البلاستيك يعني لا يتحلل وبالتالي أنا لازم أساعد الأفرقة إنه هم لما يعملوا عملية تحول للصناعة يبقى فيه يعني مرعال البيئة ولما تجي لهم صادرات أو وردات من دوق أو يبقى ورداتهم من بره ما يبقاش فيها أو ما تساعدش على التلوث بشكل كبير وفي دافس الوقت كمان أنا عايز في القمة اللي أنا هستضيفها هنا في قمة كوب 27 إننا لما أخد قرارات بخفض التلوث الدول تنفذها ما تجيش تقول لي لأ أنت عايز تقفل لي مصانع أنت عايز توقف إنتاجي لأنه الصينيين دايما لما بيجي الأمريكان يقول لهم أنتوا اللي بتلوثوا العالم يقول لهم لأ إحنا مش هنقفل مصانع إحنا مش هنحول إنتاجها لكن أنت تقدر تساعد أفريقيا على أنها في فترة من الفترات تتحول إلى السيارات اللي تعمل بالكهرباء وزي ما مصر بدأت خط التحول تقدر تساعد أفريقيا أن يبقى عندها فلاتر في مصانع الأسمن فلاتر في محطات تكرير البترول وما إلى ذلك مجهودات كبيرة بيقوم بها الرئيس السيسي بحيث أنه بقى في نتائج متوازنة للكوب 27 وفي نفس الوقت الرائع احتياجات أفريقيا وطول الوقت إحنا عايزين نضرب مثل في هذا التغير للطاقة النظيفة وفي مجهود كبير أو الدولة المصرية بتقوم بيبقى لها فترة صحيح الطاقة النظيفة إحنا يعني عملنا أكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية محطة بنبان فأسوان عندنا المحطة بتاعة الزعفرانة طاقة الرياح عندنا فيه يعني محاولات كبيرة جدا أن إحنا نصنع في أقرب وقت ممكن ويمكن خلال السنة دي سيارة تعمل بالكهرباء كان فيه اتفاق مع شركة صينية لكن لم يتم بسبب بعض الخلافات لجأنا الشركة تانية شغالين فيها فيه خطة لإنشاء أو يعني العمل أكبر قدر من محطات تزويد السيارات بالكهرباء السيارات الكهربائية فيه تشجيع للناس أنها تتحول لسيارات الكهربائية من خلال تخفيض الجمارك عليها وما إلى ذلك فيه بعض يعني فيه خطة طموحة أن إحنا ننتج الهيدروجين الأخضر فيه على سبيل المثال شرم الشيخ لما هتستقبل كوب 27 هتبقى مدينة خضراء وبالتالي فيه حاجات كتير جدا بدأنا نتحرك فيها علشان يبقى لينا الرياضة سيد أشرف نورتنا وشرفتنا لحبتين دول وجلنا تاني إن شاء الله قريبا بإذن الله نتشرف إن شاء الله الكاتب الصحفي أشرف أبلهول مدير تحرير الأهرام نورتنا وشرفتنا شكرا تحياتي لحضرتك ده كان يعني حلقتنا النهاردة في صفحة جديدة أنا مع حضرتكم بإذن الله تعالى بعد بكرة يوم الاثنين وإن شاء الله نفتح صفحات جديدة مع بعض أرجوكم برضو لسه ما زال الكمامة والتباعد وغسيل الإيد والتطعيم أرجوكم عادينا نوصل لسبعين في المية من سكان كمبورية مصر العربية يكونوا وصلوا للتطعيم عشان ناخد نفس القرارات اللي ابتديني نسمحها في بعض الدول الأوروبية وأمريكا إن إحنا نقل شوية من المشاكل الخاصة بالإجراء هذه الإجراءات يعني ويعني نعيش نوصل يعني نحاول نوصل لحياة طبيعية قد ما نقدر يعني صباح على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر